السلام عليكم جميعاً صباح الخير أو مساء الخير حسب كل واحدة توقيت أخلوني أحطي السماعة بس لكي تسمعوني أدل أرحب بكم بحلقة جديدة من The Black Hope الساعة الحين 31.35 الصبح بتاريخ 18-12-2018 الحلقة الحين راح تكون الجزء الثالث من سلسلة أنا أسمعك والتي هي خاصة بشاب من برج الحوت وأنثى من برج الثور الجوزاء والعلاقة المعقدة التي تعيشها معه وبسبب مرحلة التي أمر فيها طبعاً قبل أن أبدأ أذكركم لو سمحتوا تشتركوا بالقناة تفعلون الجرس تلتزمون بالأدب العام طبعاً مثل مادي في أحد كان دابعني على الإنستغرام بالذات كنت منزل بالستوري بعض اللقطات من الفيلم اللي قلت لكم عنه إن شاء الله أول ما أكون جاهز بحاول أسير ببرومو وهم أذكركم يا جماعة إن شاء الله على السنة اليديدة راح نزل في هاتشو راح أحتاج دعم الكل منكم بالذات تيمكن المواضيع فيها عن الأبراج بس بتكون منوعة ومتخصصة أكثر وفيه وائد أشياء إن شاء الله بتتكلف فيها بعدين ما بيأطول هالمرة بيدخل على طول بالموضوع اليوم راح أكمل لكم رسالة كاملة فيه جزء رابع طبعا للحديث بقية بس راح أتكلم اليوم عن هالكم نقطة اللي هي تكملة للقصة وراح أعقب أيضا على الموضوع طبعا شوفوا أبي أذكر طبعا هي الأفضل أن يكون ما عندكم أطفال أو تحت الثمنتعش أو 21 سنة أذكر أن هالمواضيع اللي نتكلم فيها بالذات بهالحلقة الأفضل أن أنت وتحطون فلتر لا تتأثرون ولا تحكمون على الناس ودعو لهم بالغيب ودعو لها ودعو لكل الأشخاص بالغيب ما تدرون يمكن أحد فينا دعوة تكون مستجابة لأن الحياة أعمق وأغرب أحيانا من قصة نسمعها السريع وأتمنى إذا أي واحد فيكم أو وحدة فيكم تشوف نفسها بهالقصة تعتبر أو أن تحاول تنقذ نفسها أو تساعد نفسها أو يساعد نفسه وبالحوار هذا رسالة موجهة لبرج الحوت بالذات الذكر تابعوني بهالحلقة لأن أبيكم تستوعبون على الكلام اللي راح أقوله راح أكون شوي عميق راح أحاول أني ما أطول كالعادة الحلقة ممكن أخليها 10 إلى 14 ساعة بس وخلوني أبدأ بسم الله بعد أن غمقت معه بالعلاقة بدأ ينظر إليك أمرأة في حياته أنا لم أكن أتمنى أن يصل هذا الموضوع إلى هذه الدرجة أقصد أن يراني كأمرأة من دون أن يقوم بجعلي أفقد عذريتي هل فهمت ما أقصد؟ طبعا هي كانت فسالة صوتية وكانت بلفظة شوية مختلف فأنا أحاول أخليه مناسب للإلقاء على طريق اليوتيوب أشعر أنه يخرج معي لأنه مجبر وأنا لا أريده أن يشعر معي بذلك أو كذلك هل تفهم ما أقصد؟ وأيضا في هذه السنة التي استمرنا بها مع بعضنا يقوم بالاتصال بي فقط إذا احتاجني جنسيا أو ماديا فقط يتصل عندما يحتاج شيء مادي أو جنسي لم أسمعه فقط اتصل ليطمئن عني أو يسأل كيف أحوالي رح أعقب على كل سطر رح أقوله طبعا برج الحوت بالذات الرجل فعلا هو من النوع العملي جدا في نوع منهم عملي جدا رومانسي داخليا خارجيا ما عنده رومانسية رومانسيته بعيونه وأنتي الآن بالكلام لاحظتي أهما لازم تعرفين أن الرجل بالذات برج الحوت الرجل عنده الحب والمشاعر هي فعل وليس كلام فهو ما يحب دائما يقول كلام معسول لأنه هو أساسا حساس جدا فإذا قال كلام معسول أو يعني فيه تدليع أو وصف جميل للآخر وهو فيه حالتين يا أنه لازم يقوله بشكل وهو واثق فيه أو أنه يقصده أو أنه يحاول أنه يتجنب يقول شيء وهو محاسة يعني مثلا هم أساسا بشكل عام عشان أريحش هم ما عندهم ملكة لبعض أنواع برج الحوت ما عنده صعب أن يقول أنا أحبت أو أنا أعز يعني يمكن أنا أعزت بس أنا أحبت أو فيه نقاط رح أوضحها مع الرسالة بس لازم تعرفين وهو فيه نوع من أنواع برج الحوت الصعب الرجل بالذات الصعب أن يعبر بالكلام ممكن يتغير مع الوقت بس متى يمكن بعد سن الثلاثين الأربيعين إذا الشخص وجهه أن هذا الشيء ضروري للآخر أنه يتلفظ بكلام جميل برج الحوت مشكلته تعمقه بالحياة وتعمقه الذهني بالأمور ينظر للكلام أنه ما يرمى بشكل سهل ليس سهل على برج الحوت الرجل أن يقول أنا صديقك أو أنت صديقي أو أنا أفتقدك أو أنت رح تفتقدني بسهولة لأنه لما يقولها يقولها يقصدها لا يجامل فيها يعني ما يجامل وايد برج الحوت الرجل كلامه معسول بشكل عام مع الآخرين لكن عندما يعني يشعر بمشاعر ثقيلة مع شخص تصبح صعبة عليه أن يتلفظ فيها يكون دائماً هناك شيء ناقص وهذا اللي أنت قاعد تشعرين فيه بخصوص أن هل تشعرين أنه شوفي وهو يحس أن أنت يعطيه شيء ما أعطيه لأحد وهذا بالنسبة له شيء كبير طبعاً أنا لا أبيح هذا الكلام أو العلاقة المحرمة وأنا متفهم قصدك بغض النظر عن رؤيتك للموضوع لكن أحياناً ما بني على باطل فهو باطل يعني أنا أشوف أن مصير العلاقة هذه راح تنتهي يعني قريباً أو بعيداً ميزة برج الحوت أن حتى لو انتهت معه راح يظل في حلقة وصل راح يصير في ربط لأنه طالماً أنت في حياتك أو في حياتك ممكن أن تبتعدون بس دائماً ممكن بعد ثلاث سنين أربع سنين، خمس سنين، عشر سنين راح ترجعون تلتقون أو تتكلمون مع بعض بس الحلو بالموضوع أنه سيكون ماضي كل هذا اللي بينكم أنا متأكد بس سأكمل أنت الآن قاعدت عيشين للحظة وأنا سأعقب على الكلام الآتي سأحاول أقتصد طبعاً وأنا الآن معه ولكن بشكل عام أشعر أن نفسيتي تعبت من هذه العلاقة أحببت أن أتركه عدة مرات ولكن لم يدعني أقوم بذلك أعتقد لأنه أنتو الأثنين مجاهزين يعني أنت لو بتتركينه وهو محتاجتش وهو يشعر في داخله أن أنت بعد محتاجته أنا متأكد أنه في مرحلة ما أحياناً حتى في المعاناة نحن نكمل بعض يعني أنت قاعدت عانين من معاناته وقاعدت شاركين حزنه وحتى لو أنت وإنت بإمكانك تتركينه بلحظة أنت وصفتي بكلام الحين أنا راح أقول أنه أنت مو عندك سعدادات ستمامين معه بس واضح أن المرحلة اللي بحياتك هذه درس قاعد خوضينه أنت الآن في مرحلة نوعية جديدة في حياتك يا تنجحين بالاختبار يا تفشلين طبعاً العواقب وخيمة بس نحن نتعلم نتعلم من أخطائنا في حياة في العلاقة بإمكانك تتركينه لم يقل لي في حياته أنني جميلة أو أن يقول شيء جيد عني أي رجل آخر قد يقول كلام جميل للمرأة لم يقم هو بذلك ولا مرة ولكنه إنسان رقيق جداً وكتوم بشكل كبير ولعوب غير صريح طبعاً أنا مختصر وايد بالكلام أنا أحببته كما هو ولكن أشعر أن قلبه نظيف ويتصرف في الحياة بطريقة مختلفة وهذا الشيء يعدبني كثيراً أهي شنو تقصد هنا إنه هو أحياناً يتصرف بشكل لا يظهر فيه ما فيه داخله فعلاً برج الحوت الرجل بالذات أحياناً حتى السرطان برج السرطان برج الحوت والسرطان الرجل بالذات الحوت يضع ماسك على وجهه يظهر علشان يحمي نفسه ضعفه الداخلي لأنه إنسان جداً رقيق ومع الوقت بيصير أصعب يضع ماسك على وجهه لأنه يدي أنه هو جداً مكسور من الداخل فهو محتاج يضع هالماسك علشان يسوي توازن في حياته ويحمي نفسه من الآخر نفس لما الواحد يحط جدار للبيت ويسكر سكف وهو بالنسبة لتصرفاته هذي يضع ماسك يحاول يكون أغريسيف أغريسيف يعني يعني عنيف أو أو عنيد أو يعني الوقت اللي هم أبداً موجدي وهم بس يضعون هذا الماسك يحبون يحطون الناس عند أماكنهم الصحيحة لكن أنا أدري أنا فاهمه تماماً فأنتي قاعد تفهمينه شوي شوي لأنه مثل ما أنت قلت هو شخص أول مرة يدشب حياته شبه الشكل ولكن أشعر أن قلبه نظيف ويتصرف في الحياة بطريقة مختلفة ففعلاً لأنني أعتقد أنه نظيف وهذا الشي يعذبك كثيراً شوفي أحياناً ما يعذبنا ليس الآخر إحنا لنعذب نفسنا وهذه أحاول أتطرق فيها معاش أكثر وفي شغلة بعد الحين بقولها يمكن تتفقون معي أنت وك مشاهدين ويمكن لا بس أنا فعلاً أحسها وأنا أيضاً واجهته لماذا أنت تفعل هذا أو لماذا تتصرف بالظاهر بشكل لا يعكس ما بداخلك مثل ما أنا قلت لأنه هو يحط ماسك عشان يحمي ما يحمي داخل نفس نفس الحيوانات لما تعطيكم على طول على أساس أنها تحمي نفسها مع أنها ممكن تكون ضعيفة وهذا من ضعفة على فكرة وهذا شيء محزن أنه أحياناً يتصرف بشكل عنيف علشان يخفي ما بداخله وهذا دائماً عند الناس الرقيقة الطيبة التي تحاول أنها لا تظهر مشاعرها الحقيقية ومع هذا تبين عليهم أحببت أجاوبني بأن أجاوبني بأنه من كثرة ما مر به في حياته وهما دراما برج الحوت دراما بس أنا متأكد أنه مر بأشياء كثيرة في حياته لأن عادة برج الحوت بالذات الرجل لا يشوف الشيء مصغر يشوفه بشكل مكبر يعني مثلاً إذا صار لأن خيالهم واسع فإذا صار بعيد الشر حادث سير أو شيء وهو يحاول يصرف النظر عنه لأنه ظل طالع يشوفه بشكل أعمق يأثر بإحساسه فالإحساس العالي عند برج الحوت يجعله يصنع دراما الأبراج نحن ونحن 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 ونتصرف مع الناس بحسب يعني كيف يتعاملون معنا يعني أنا إنسانة صريحة جداً يعني هي قاعد تكلم معي يعني أنه أنا إنسانة صريحة جداً معك ولا أريد منك شيء آخر غير الصراحة ولكن للأسف حتى هذا الشيء أنا لا أراه منه أحياناً أشعر بأنني أضرر نفسي ولا أضرره أحياناً نحن ممكن نقول أنت شنون أنت في في مقطع بالجزء الرابع أنا راح أتكلم عنه راح أرد على النقطة هذه ذكري إن شاء الله راح أنزل هالجزء إذن الله أحيانا والجزء الرابع راح أرجع ورد عليك على هالنقطة تمام وأنتي تابعين من الصراحة راح أرجع لي هالنقطة بالجزء الرابع وأنا أعرفه منذ سنة وأستغرب منه أنه عندما يتصل لا يبدأ بالسلام فعلاً هذا بوجه الحود بماذا تفعلين طريقة غريبة معي ولا أعرف كيف الإنسان ممكن يتعامل معه وأنا باستطاعتي أن أتركه وأخرج من حياته حتى أن أقوم بتغيير وظيفتي الحالية وأسافر لمكان آخر هذا الشيء بيدي أن أترك المكان وأذهب ولكن قلبي لا يطاوعني أن أتركه وهو متعلق فيني كثيراً وهو من دون أن ينتبه دخل معي في اللعبة وهو أيضاً لا يستطيع أن يتركه كل شيء أقوم بعمله في حياته له قيمة كبيرة لديه وهذا الشيء قرأته من عيوني وحسيته ولكن لا يتكلم وحاولت كذا مرة أن أتركه ولكن لم يجعلني أتركه حسناً حسناً فعلاً برج الحوت شاهدوا لازم تعرفين شغلة برج الحوت لما يدقي عليك أو لما يتصل معك تأكدي مليون بالمئة أن أنت شيء مهم في حياته فعلاً أهما في نوع من برج الحوت ما يبدأ بالسلام يبدأ أين أنت أو وينتش أو عنده نكست مفاضي أعتقد أنه من النوع الذكي جداً النوع العبقري مش ذكي لأن الأشياء الروتينية عنده ما تمشي الأشياء الروتينية عند الأشخاص العميقين وهو إنسان عميق أكيد مفكر يمكن مو لاقي نفسه يمكن أهو قاعلوم الحياة أنه في بيئة لا تسمح لأنه مبدئياً واضح أنه مو متصالح مع نفسه وهالشي منعكس عليه الحياة ستعلم يمكن أنه سينقذ نفسه يمكن أنه سيظل بحالة اكتئاب عميقة ويوصل أنا أعتقد أنه أنت لازم تبدين تغيرين بلهجتك بالكلام معه محتاج أنت توجهينه بشكل سليم أحاول أشوف طرق مع الوقت أو صفلة شنو ممكن تسوين يعني أحاول أفهم أكثر شخصيته وأقول شون تتعاملين معه موضوع أنت تتركينه أو لا يعقول أنت مو جاهزة ولا هو جاهز وهذا قلت قبل شوي أن أنت والاثنين للحين مو مستعدين للانفصال لأن رح تنفصلون بس حاليا مو مستعدين بشكل عام أنا لا أريد منه أن يتزوجني أو يريده أن يقوم بشيء هو لا يرغب فيه وأنه بسبب غلطته معي يجب عليه أن يتزوجني أنا أريده وعندما يقوم بشيء يقوم بإقناعه أو زيل دعنا قلت شغلة أعتقد أن أنت قاعد تغلطين نفسك وأنا متأكد أن أنت في داخلك نفسك أن يتزوجك اليوم قبل بكرة وأن أنت نافيتي هالكلام وأن فعلا كنت لا تشعرين بذلك بس وهو إحساسك الداخلي طاغي على عقلك برج الحوت عنده حساسات عميقة غريبة يشعر بالآخرين من دول يتكلمون وأيضا هو يرسل ذبذبات يحتويك فيها من ما يجعلك متعلقة بين السماء والأرض وهذه أحيانا ما أدري هل هي لعنة أو هدية لبرج الحوت أن عندهم هالقدرة للتحكم بالآخرين ذهنيا أعتقد أنت وهو حاس أنت شنو تبين وأنت يمكن قلتيه بشكل غير مباشر ومثل ما أنت قاعد تقولين قاعد تفهمين منك نظرات عيونه مع أنه ما يقول لك وهو أيضا من نظرات عيونه قاعد يحس فيك وقاعد يحاول أنه أنا مراي أنه لو كان في زواج أنا صدقيني ما في شيء أحسن من الحلال غض النظر إذا أنت ديانتك مسلمة أو غير مسلمة ما في شيء والله كلنا نخطئ لكن والله العظيم ما في أجمل من عمل الصواب يعني إذا أنت وحتى لو الحين ما تدين حتى لو إذا أهو بإمكانه حتى يتزوجتش على ورق إذا تقدرين تسوينها بالحلال سويها صلحوا الغلطة تزوجيه بالحلال حتى لو لمدة معينة أنت ودخل أنتوا بنيتوا شيء على باطل صححوا صححوا اللي ممكن فيه بعدها يتم الانفصال بشكل صحيح أو ما تدين ممكن الله يبارك لكم في العلاقة وتكملون اسمعي مني حاولي بالعكس طلبي مني الزواج بس صححي الشيء الغلط اللي أنت سويته أحيانا فعلا الحياة كارمة حتى بالأشياء اللي تكون مخفية بيننا يمكن يمكن الحلقة الوصل هذي بينكم هي أحيانا نحن نشوف الأشياء وفي ناس ممكن تشوفها من طريقة مختلفة أنا مراي أتمنى أن أنت تتزوجينه حتى لو أنت تدفعين المهار إذا هو ظروفها ما تسمح تزوجي لفترة إن شاء الله كيفكم ما بأحدد فترة وجيزة صححوا الغلطة اللي أنت سوتوها يعني أنت إمرأ وهو رجل شلي ما نعكم أن تتزوجون يعني حتى لو بشكل مبسط وفوق هذا بالجزء الرابع رح أتكلم عن أشياء أكثر خلنا نكمل معكم بشكل عام أنا لا أريد منها أن يتزوجني غلط غلط وإذا كنت فعلا أنت تفكرين بهذا الشكل فأنا أقول ليش غلط وما رح تنجحين لا معه ولا مع غيره بيظل عندك دائما الثقة بالنفس نازلة ليش ليش ما تعتقدين أنه ما تصلح للزواج شايفه وهو انعكاسك صار أنت أصلا مو مقتنع بنفسك أن أنت جميلة أو تستحقين أن يتزوجك أو أن يكون معاك أعتقد أن أنت المشكلة وأحاول شوي أغوص أكثر وأتكلم معاك أكثر بهالموضوع وإذا كان كلامي خاطئ حاولي كوني كوني متفتحة لدرجة أن تسوين له توازن مع حالتك وتشوفين الصح وتسوينه هل تفهم ما أقصد وكما ذكر أي فاهمه وعلشان شي قلت غلط بشكل عام أنا لا أريد منه أن يتزوجني هل تفهم ما أقصد كما ذكرت قلبي لا يطاوعني أن أتخلى عنه وفي حياتنا جميعا الشخص الغير جيد والشرير لا نهتم لتواجده في حياتنا والشخص الذي لا أجده صريح أو صادق وأقوم يعني برميه من حياتي بكل سهولة ولا أريده في حياتي وليهذا يقولون عني أنني برج الجوزاء برج الجوزاء يعطي بلوك وألا لدي إحساس الدبع أتعرف على شخص جيد جديد أو أقابله أعرف من النظر الأولى إن كان هذا الشخص واضح أو غير واضح وأن لم أعاشره أشعر بوخز وأنني لا أريد أن أتعرف أكثر على هذا الشخص ويجب أن أبتعد عنه من دون أن أواجه هذا الشخص الناس الذين أواجههم في الكلام فقط يعني هي قاعد تقول أنها أغلب الناس التي تواجههم الناس الغالين عليها وائد على قلبها وفي بعض الأحيان لدي أصدقاء لأكثر من 10 و 15 سنة أتحمل أخطائهم ولكن أصل لمرحلة أنني أشعر أنه يجب أن أخرجهم من حياتي وأخرجهم وأفتح صفحة جديدة وأشعر بالتفاعل فعلا الباب اللي يأتيك من نريح سدة واستريح أنا كان عندي أصدقاء رائعين قبل فترة أيضا كذلك يعني حسيت أنه خلاص تم استهلاك العلاقة سبحان الله لكل شيء عمر في الحياة هذا الشخص أنا لا أريد منه شيء فقط أن يعاملني بشكل طبيعي وأنا واجهته بذلك ولا أعرف كيف أتعامل معه للعلم أنه برج الحوت وهو إنسان محترم كثيرا وراقي ولكن لاحظت أن لدي أدة أشخاص أعرفهم من هذا البرج يفضلون مصلحتهم فوق كل شيء ومن ثم مصلحت الآخرين من خبرتي فيهم أكتفي أنا بهال للقصة بقية بس أبي أعقب على هالكلام هذا الشخص لا أريد منه شيء فقط أن يعاملني بشكل طبيعي تابعين أي عاملتش بشكل طبيعي وأنتي قاعد فايته معاه بعلاقة غير صحيحة شاف التناقض لا أريده أن يتزوجني ولا يقول لي كلام جميل وأنتي بنفس الوقت ما تابعين تسمعين منه أنت مبدئيا الحالة اللي أهوى فيها قلب موازين عقلك صار عندك صراع بين أنت تابعين تساعدينه وبين أنت يتابعين تهتمين بنفسك وبنفس الوقت أنت قاعد تتنازلين عن نفسك علشان تبدينا أنه والله هو محتاجني فأنتي محتاجة تتنفسين شرب بماء وايد يعني أنا دائما أنصح الناس اللي يدشون بعلاقات عاطفية شرب كأكثر من الماء واطلعوا تمشوا شوي أنتي محتاجة تنفسين طبعا السفر والخروج والدولة ثانية هذا ممكن ينفع وأحيانا لا يمكن ينفع بالذات مع برج الحوت تدويل لأشيء أن طاقة برج الحوت أعمق وبيقول لكم شغلة أحيانا في ألم داخلي هذا لما نشعر فيه أحيانا إحنا نصل لمرحلة نتعمق مع الأشخاص هذا شيء أنا نفسي واجهته نتعمق مع الأشخاص نتأثر فيهم في شيء غريب سبحان الله كوني إحنا نفوت مع الأشخاص الأشخاص تصير معنا مشاكل نكون إحنا تلبسناهم شون الجن يتلبس الإنسان في بعض البشر عندها قدر أنها تتلبس الآخر إذا الآخر هذا صار عنده مشاكل أو متضايق أو هذا نحن نشعر فيه وهذا شيء خطير لما الواحد يوصل لمرحلة من العمق مع الآخرين لهذه الدرجة لأنها ستتعس حياتنا موضوع الأنانية عند برج الحوت ردة أشخاص يقولون أن هذا برج يفضلون مصلحتهم فوق كل شيء دعنا نقول لكم شغلة عن برج الحوت برج الحوت لماذا دائما يفضل نفسه النوع الذي يكون وصل لهذه المرحلة ساعد نفسي كيف سأساعدك فأنا وأنا تكلمت عنه بالجزء القديم الحلقة يمكن تسعة اف تسعة برج الحوت يا جماعة يعني يحاول أو هو من كثم هو مشاعر فائضة يحاول دائما أن يحط الماسك الشرير هذا علشان يواجه ضعف العاطفي فعلشان شذي لما هو يتصرف بطريقة أنانية أو هو يعتقد أنه وقع يسوي شيء الصواب لأنه يعتقد أنه دائما يتنازل في مراحل بحياة برج الحوت يتنازل فيها بشكل كبير الآخرين لا يحسونه وهو يحسه فهو يحس أنه أنا أستحق أني أنا أكون أنانية بهذه المرحلة أو أن أبدي نفسي على الآخرين ليس أنانية دعونا نقول حب الذات حب الذات مهم عند كل الأبراج أنقذ نفسك بعدين أنقذ الآخرين وعلى فكرة في مراحل معينة عند برج الحوت إذا احتجتوهم ستلاقونهم أول إنسان يوقف بحياتك بس أهم لهم نظر للأمور من كل قلبي أتمنى أن الله يصلح بالك وبالك ويهديكم جميعا وشفت صورتكم جميلة جدا أنتو الاثنين وأنا إن شاء الله بالجزء الرابع أنا ممكن لا أقرد عليك لأن أنا كتابيا أنت لا تقرير العربي وأنا لدي وقت أسجل صوت فتشوفين بالفيديو ولكن سأضل معك وسأتواصل وسأكمل معكم بالجزء الرابع إن شاء الله ويمكن تكون الجزء الأخير ولكن وعندي وعند ناس من الحين بعد في برج العقرب مع برج الحوت وأنا مناسي لأن تكلمني كل بالإنستغرام أنا ممت ضايق بالعكس بس حاولي الحلقة تشوفين وتفهمين وأنا إن شاء الله رح أخصص حلقة لبرج الحوت والعقرب مع بعض لأن برج الحوت يا جماعة إن فهمتوا رح تمتلكون الدنيا بالذات الرجال اللي خلوني ما بي أطول إن شاء الله بالحلقة القادمة أتكلم أكثر أذكركم طبعا تشتركون بالقناة تسوون لايك ديس لايك حتى اللي معاجبة إذا بتعلقون علقوا بشكل أنكم ما تجرحون بعض فيه أنا عني لا تخافوا المهتم يعني عادي أضحك بالعكس كومنتاتكم تضحكني بشكل عام وأشكر الأشخاص اللي بتابعيني اللي ما شتركوا ياريت تشتركون لأن أبي تفاعلكم معي في هالفيديو أريكم تشوفونه بما نحن الحلقة 18 وفوق الفيديو هذا اللي هو عن مصارعة زيت الزيتون التركية اللي ما شافها لأنا لاحظت أنه ما فيها مشاهدات وايد اللي كمل معي لآخر الحلقة أبيكم تشوفون وتعلقون عليه لأنه جدا غريب طريقة المصارعة عمالتهم وأكثر من الماء طبعا أنا أشكر أس بري ووتر أس بري ووتر أنا دائما أنا ما أحفظ الأسماء راح أسوي حلقة كاملة عنها الماء إن شاء الله وأيضا بالمدونة ستكلم عنه قريبا من أنقى المياه في العالم يا الله الحلقة غريبة جدا وإلى أن ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة أترككم في أمان الله وتصبحون على خير وأتمنى لكم يوم سعيد باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر